كثيرة هي مشاريع القوانين البرلمانية ما بين المعطلة والمرحلة مشاريع بعضها تتوقف على إقرارها تفاصيل حياتية مختلفة وأخرى تتعلق بمصير أبرياء أوديع السجون ظلما وكيدا لكن عندما يكون البرلمان لعبة بيد الكتل النافذة ويولد من رحم عملية سياسية فاسدة فلا يرجى منه أي إصلاح أو تغيير برلمان الحكومة الجديدة يسير على خطى سابقيه من حيث كثرت الجلسات وقلة النتائج حيث لا يزال عاجزا عن تشريع وإقرار القوانين الخدمية والاقتصادية التي وعد بإقرارها فتعقد الجلسات حاملة معها قوانين مرحلة من دورات تشريعية سابقة ثم ترحل إلى إشعار آخر نواب في البرلمان عز استمرار العجز عن تشريع القوانين إلى غياب التوافق السياسي واختلاف الكتل على مضمون بعض تلك القوانين ومحاولة تفريغها من مضمونها الأساسي حتى عندما تشرع تكون وفق الغرض السياسي وليست ذات هدف عملي يخص حياة المواطنين ويؤكد نواب أن قانون الموازنة وقوانين أخرى من الممكن أن ترحل إلى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كاف فضلا عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبيل قراءتها والتصويت عليها لكن الجدل الجاري حاليا حول تعديل قانون العفو العام الذي أقر عام 2016 واعتبر في حينه أنه أفرغ من محتواه ومع عودة طرحه من جديد تعود المخاوف من إمكانية إفراغه من محتواه كما حدث سابقا لا سيما أن الإطار التنسيقي وافق عليه مضطرا لتمرير حكومته رغم أنه لا يؤيده ومن أشد المعارضين له لأسباب سياسية وطائفية البرلمان الذي جاء من انتخابات قاطعتها غالبية الشعب لا يملك شيئا يقدمه للشعب سوى الدوران في حلقة تتمحور حول المصالح الحسين والمطامع السياسية